اشاد معالي سيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالسعي الدائم من قبل جلالة الملك المفدى وحرص جلالته المستمر على نشر وتعزيز ثقافة التسامح والسلام والتي بات العالم بحاجة ملحة لها في الوقت الراهن واكد معاليه ان العمل من اجل السلام وترسيخه على كل المستويات هو نهج واضح سارت عليه مملكة البحرين وما زالت في توجهاتها وعلاقاتها مع دول العالم مشيرا الى ان مملكة البحرين في ظل الرؤى الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه جسدت القيمة الانسانية في التعايش السلمي بين مختلف الثقافات والعقائد وستظل شريكا فاعلا في خدمة قضايا العالم العادلة ونوهم عليه بدور جلالة الملك المفدى في تعزيز التعايش السلمي والحوار بين الأديان والثقافات المختلفة مؤكدا على ما يتمتع به جلالته من ايمان راسخ وفكر مستنير يعزز قيم التعايش السلمي والتسامح الديني والحوار بين الأديان والثقافات الأمر الذي وضع مملكة البحرين في مصاف الدول الرائدة الداعمة للأمن والأمان والسلام والاستقرار في العالم أجمع وأكدا معاليه أن مسيرة مملكة البحرين مظفرة ومشهود لها محليا وإقليميا ودوليا على مدار عشرات السنوات في نشر تعايش السلمي والتسامح الديني والحوار بين الأديان والثقافات والاحترام المتبادل مع جميع الشعوب وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بمواقف سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في نشر قيم التسامح والسلام وجهوده المستمرة في التحفيز للمضي قدما في طريق السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر